حول الموضوع نضم لنا عبر الأقمص الناعية من الريحانية عضو وفد الاستشاري للهيئة العليا للمفاوضات لقادي خالد شهابدين أستاذ خالد مساء الخير أهلا بك معنا تقريب نظمات في من رايتس ووش تحدث بأن الحرس الثوري الإيراني جند أطفال أفغان يعيشون في إيران للقتال في سوريا توثيقاتكم عن ذلك من هؤلاء الأطفال أعدادهم كيف يدخلون ويخرجون من سوريا مساء الخير لكم جميعا للسادة المشاهدين الحقيقة ليس غريبا عن نظام الملالي وعن خامنئي هذا الفعل وهذا موسق من خلال الفيديوهات التي صوروها وهم ينادون ليس فقط العراق والسورية بل هدفنا هو القدس وكان ينادي هؤلاء الأطفال ينادون بهذه الأناشيد التي علمهم إياها ملالي طهران والخامنئي بالذات يعني عني خامنئي بالنسبة للأطفال لدى حتى الجيش الحر من خلال صدامه العسكري مع لواء فاطمي جون الذي حاول اقتحام الريف الغربي من فترة هناك بطاقات شخصية وهناك صور تدلل على وجود الأطفال ووجود الأفغان وبضغط إيراني وليس تطوعا يعني أما أن تذهب إلى القتال في سوريا وأما أن ترحل أو تقتل أو تدخل السجن فكانوا يأتون بالأطفال وأغرائهم بأنهم حتى لو متتم أو قتلتم سنقوم بمنح تسهيلات قانونية لزويكم الحقيقة هذه جريمة حرب بامتياز كما يعني وضحت منظمة هيومن رايتس ووتش نصت عليها المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الفقرة تحديدة 26 على باء تجنيد الأطفال سواء تجنيدهم أو زجهم في عمليات حربية فعلية ويعتبر جريمة حرب وخاصة الأطفال الذين تقل نعم هذا موسق أيضا من فيديوهات من قبل إيران نفسها طيب والسبب يعني هو يبدو أن تكبد الحرس الثوري لإيراني تورط النظام السوري في هذه العملية عملية جلب وإرسال الأطفال للقتال إلى أي مدى لديكم توثيق عن ذلك أولا هو الطرق مفتوحة أمام إيران بطبيعة الحال يعني إيران الآن تحتل سوريا وليست بحاجة إلى موافقة النظام والنظام يبصم بالعشرة على قدوم هؤلاء الأطفال وسيما أن النظام السوري له سوابق في تجنيد الأطفال يعني حقيقة أنا شخصيا واستخد طفل من دير الزور بالشهر الأول 2013 في منطقة حارم وعادنا إلى ذويه قام بتجنيده بحجة أن شخيقه خلف توفي وبالتالي أنت تذهب عوضا عنه كونكم لم تقوم بتوثيق وفاته في النفوس أيضا هو يجند ذوي العاهات العقلية يعني أتى بشخص أيضا موسق لدينا من حماوة ما إعادته إلى ذويه وكان يعني مجند آنزاك النظام أيضا جند أطفال كفرية والفوعة وهذا التوضح عندما تم إفراغ كفرية والفوعة لقاء اتفاق المدن الأربعة يعني تم توضيح ذلك في المعابر وهم يرتدون الزي العسكري ويحملون البنادق الحربية النظام يعني له باع طويل في هذا الموضوع وهو شريك شريك حقيقي في تجنيد الأطفال تجنيد شباب تجنيد مقاتلين يمكن لشخص ما أن يتقبله بشكل أو بآخر هنا نتحدث عن أطفال يعني كيف يتمزج بأطفال في مثل هذه العمليات في معسكرات للتجنيد للقتال يعني ألا ليس هناك أي وثائق تثبت عمر هؤلاء الأطفال يعني ممكن أن تدين النظام تدين الجهات التي أيضا ساعدت النظام على ذلك أنا أؤكد الفيديوهات التي نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية الأطفال يغنون وهم يرتدون الزي وأنهم قادمون لتحرير سوريا والعراق والهدف الأبعاد هو القدس هذه تعتبر دليل ودليل جزائي أيضا هناك وثائق من بطاقات شخصية إلى وثائق مكتوبة كتابية وصور لدى بعض فصائل الجيش الحر الجناح المدني لديهم هناك توثيقات تثبت ذلك أيضا النظام لدينا عليه توثيقات أنه جند الكثير من الأطفال سواء بالصور سواء ببعض الوثائق سواء باستجواب بعض الأطفال الذين تم أسرهم من جيش النظام هذا موجود لدينا نعم شكرا لك على هذه المداخلة معنا القاضي خالد شهابدين وفد الاستشاري أو عضو وفد الاستشاري العلية للمفاوضات كنت معنا عبر الأقماص طناعية من الريحانية